السلام عليكم أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج شارع السياسة شهدت إذن الجزائر نهاية الأسبوع حركية كبيرة وانشاط مكثف للعديد من أحزاب السياسية إذن منها بانطلاق عملي لأسباق نحو مبنى زغود يوسف بعد تحديد تاريخ الثاني عشر جوان القادم كتاريخ للانتخابات التشريعية وبغضي النظر عن درجة استعداد كل حزب لخوض غمار التشريعيات القادمة فإن الأهم يكمن بأن كل هذه الأحزاب أبدأت استعدادها للمشاركة في الانتخابات التشريعية بقوة خاصة مع إصدار قانون الانتخابات الجديد الذي أكدت الطبقة السياسية أن فيه مؤشرة قوية أسس لمنظومة انتخابية شفافة بعيدة عن تزوير وكل ممارسات السابق لكن يبدو بأن معركة الأحزاب السياسية مع التشريعيات القادمة لن تكون سهلة كما كان في السابق بناء على العديد من المعطيات التي سواء سياسية والقانونية التي تغيرت وتسهيلات للفرص التي أعطيت للشباب وكذلك الكفاءات ومختلف شرائح المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية إذن العديد من النقاط التي أسعد بمناقشتها مع ضيوفي في البلاطو لكن بعد الفاصل ترحب بضيفي كل من البروفيسور أحمد خينيسا وأستاذ القانون العام بجماعة الجزائر بروفيسور خينيسا مساء الخير أهلا وسهلا مساء الخير شكرا على استضافة تحيتي لمشاهدي قناة أسعد كذلك باستضافة الأستاذ ناصر حمدادو شعور من المكتب التنفيذي الوطني لحمس أستاذي مساء الخير أهلا وسهلا بك وبضيفي الكريمين بسادة وسيدات المشاهدين ومشاهدات شكرا وككل مرة أسعد أن يشارك أني في البرنامج الزميل حمزة كحال من القسم السياسي حمزة مساء الخير أهلا وسهلا بلقاكم مرحبا أيضا بضيفك الكرام شكرا بداية بك بروفيسور أحمد خينيسا الجزائر مقبلة على ورشة سياسية كبيرة تعلق بالانتخابات الشريعية عندما نتحدث عن هذا الاستحقاق القادم ليتزامن مع قانون انتخابات جديد الطبقة السياسية قالت أنه فيه مؤشرات كثيرة ويؤسس لمنظومة انتخابية شفافة بالنظر للعديد من المواد اللي جاء فيها خاصة عندما نتحدث عن القائمة المفتوحة هل تعتقد أننا نسير نحو تجديد طبقة السياسية ورسم خارطة سياسية جديدة؟ لا شك أن القانون أراد أن يكون استجابة لتشخيص تقريبا متفق عليه هو التعاد عن المنطق القديم المنطق القائمة على الضبابية على الفساد على كثير من الممارسات التي شانت تمثيل شعبي وأفسدت ومسد بمستقية المؤسسة التي هي في الحقيقة هي الدولة في حدتها وبالتالي حاول النص القانوني اللي أضطر الانتخابات حاول أن يؤسس لمبادئ واضحة خاصة المبدأ الشفافية والجديد مع كثير من الضمانات التي زادها وخاصة أكد على بعض الفواعل بعض الأشياء التي تعطي أكثر حرية سواء في الترشح أو في الانتخاب لماذا؟ لأنه هناك تراكم في قضية الانتخابات كنا بصدد عزوف يعني نسب مشاركة ضائلة مع النستائج مشوهة لا تعكس تماما للمشهد السياسي وبالتالي يمكن القول أن القانون حاول طبعا التأطير لأنه دائما نذكره أن الانتخابات يقوم بها المواطنين والمناظرين وليس القانون هو اللي يحدد ولكن القانون هو الإطار الذي حاول يرفع الصعوبات الشروط تقريبا القانونية التي كانت سببا في كثير من ضيق العملية الانتخابية خاصة كما قلنا النمط القائمة المفتوحة لأنه يجب نسجل نقطة أساسية موجودة هي اعتماد النمط النسبي اللي هو في الحقيقة يسمح بتمثيل واسع ولكن بوسط تلك القائمة المغلقة في الحقيقة خلق احتقان وخلق رشوة وخلق نوع من تشويه وحتى خلق حيات حتى حزبية ومتفجرة وعدم اقترب وهذا يظهرنا التداخل بين الانتخابات والنمط الحزبي كذلك تلك كان الإصلاح النمط الانتخابي كان ضروري وكان أهم شيء جديد لماذا؟ لأنه يسمح بأكثر حرية لأنه كنا نلاحظه كأنه القانون يوضع قواعد وهو الذي أدى بشكل عام إلى ظاهرة كبيرة التي هي ظاهرة العزوف وحتى في الاستحقاقات القادمة والتي كانت الله أنما نقوله كانت في بعض الأرقامها وأرقام ونسب المشاركة رغم كل شيء كانت ضعيفة لما نقوله في 2007-2003 أو كذا النسب في الحقيقة ضائلة وين كانت ظاهرة عالمون لكن في الجزيرة خذت منحة خطير اللي هو عسوف المواطن على ممارس تحقه وهذا حقه المشروع أصبح يعني مكبل يدين في أن هناك موانع تمنعه من الاختيار الحر طبعا الشيء الأساسي الجديد طبعا ليس فقط الشيء هو انفتاح هذا الانفتاح ثم القانون الجديد يعني الصيغة الأخيرة اللي هي الأمر جاء نوعا بكثير من الأحكام انتقالية التي حاول فيها رفع بعض القيود التي يراها البعض قيود على العمل وعلى حرية الانتقاب والترشح وجعلها انتقالية لماذا نعود لها لنبقى على نسبة ربعة بالمية لماذا دائما نعود لها نكررها اللي بقى عليها لأنه النمط النسبي يؤدي إلى تشتت الناخبين وقد يؤدي إلى نتائج تشتت هي نقدر نقرأ وقراءة سلبية أنه ممكن تشتت وبالتالي نسبة ربعة بالمية نسبة ضابطة لا تطبق هذا المرة لأنه هناك مساس بتنازهة الانتخابات السابقة ولكن النسبة للضبط الحياة والانتخابات في أننا نذهب إلى تكتولات وانسجامات لأنه إذا اخترنا النسبة اللي هو يوسع التمثيل كان بالضروري تكون هذا النسبة ربعة وخمسة أو ثلاثة مهمناش ولكن الأحكام الانتقالي هذه فقط نوع من الاستجابة لمطلب فتح المجالات عدم إدانة عدم عرقلة اللاعبين الجدد ممكن لأنه أصحاب الأوزان الثقيلة السياسية لهم وجود لم يطالبهم ليست كل أحزاب التي طالب ولكن هو نقدر نقول هو شيء جيد في كثير من الشروط الجديدة في العدد في الأشياء التي تخدم النزاهة وحرية الترشع وحرية الاختيار طيب أستاذ حمدادوش الآن الجزائر على بعد قل من تسعين يوم من برامان جديد مجلس شعبي وطني جديد كنا نتحدث عن مجلس شعبي وطني كانوا منطعون في شرعيت وهذا اللي تم حل بسبب العملية الانتخابية السابقة اللي كانوا مطعون فيها بيت تزوير الآن في قانون انتخابات جديد رحبت به الطبقة السياسية وكما قل في البداية أنه فيه مؤشرات يعني يضح حد لكل ممارسة السابقة للمن الفاسد الآن نسير نحو بناء مؤسسة تعبر حقا عن الشاب الجزائري والمواطن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله وصلاة والسلام على رسول الله وبعدها السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يعني علمتنا تجارب تجارب الحياة السياسية والعملية الانتخابية أن العبرة هي في يوم الانتخابات والعبرة بالأفعال وليس بالأقوال وليس بالنوايا وليس بالتصريحات أعتقد أن هذه مسؤوليتنا جميعا بالمناسبة كيف يمكن أن تكون الانتخابات فرصة للجزائر وفرصة للجميع وفرصة لتكريس الإرادة الشعبية الحقيقية والتي تعكس هذه الإرادة وتعبر عن القوى المجتمعية الفعلية عبر انتخابات ديمقراطية ونزيها تنتج لنا هذه المجالس المنتخبة وأن تكون هناك قطيعة حقيقية مع الممارسات السابقة لماذا؟ لأنه ما هو مبرر تعديل الدستور والإصلاحات الدستورية ما هو مبرر هذا القانون العضوي الجديد للانتخابات ما هو مبرر هذه السلطة الجديدة المشرفة على تنظيم الانتخابات ما هو المبرر لهذه الإجراءات الجديدة والتي كانت في قمة عنفوانها بحل المجلس الشعب الوطني ما هو المبرر لكي نذهب إلى حياة ديمقراطية ومسار ديمقراطي وفعل انتخابي حقيقي نحن في تقديرنا في حركة مجتمع السلم بأن القوانين المجردة لوحدها لا تكفي والقوانين لوحدها لا تطبق القانون لا يطبق نفسه بنفسه ولا يفرض الإصلاحات العملية صحيح هذه المكاسب المجردة النظرية القانونية هي مكاسب في إطار تطوير التشريع القانوني في البلاد وللحجية القانونية ولتسهيل آليات العمل السياسي والعمل الانتخابي في البلاد ولكن نعتقد بأن نجاح هذه الفرصة التي هي الانتخابات التشريعية القادمة نجاحها مرهون بالإرادة السياسية العليا للدولة ممثلة في السلطة الجديدة وهذه الإرادة لا يتحملها رئيس الجمهورية لوحده نقبل إذا لاحظتم بأن رئيس الجمهورية كان يشتكي من ثورة مضادة كان يشتكي من عدم تنفيذ الأوامر والإجراءات والسياسات من بعض الولات من بعض الوزراء من بعض المسؤولين كان يشتكي بمعنى أن الخشية من عدم احترام الإرادة السياسية العليا من طرف المسؤولين في المستويات الدنيا ممكن ولذلك لابد من الردع لابد من أن تكون هناك إرادة سياسية رادعة حقيقية تلزم الجميع في كل مستويات في كل مستويات المسؤولية في الدولة باحترام هذا الاستحقاق وهذه الفرصة للجزائر وكذلك نجاح هذه العملية مرهون بالمشاركة الشعبية الواسعة لماذا؟ لأن نقول إذا كان تعددية تعددية الأفكار والأحزاب والاتجاهات والإديولوجيات والقناعات والخيارات هذه ظاهرة طبيعية في الحياة البشرية وهذه التعددية مظهر من مظاهر الديمقراطية ولكن العقلاء اهتدوا إلى أن الحسم في مثل هذه المنافسة السياسية والحزبية تكون عبر آلية التي هي الانتخابات ولذلك مهما تكون هناك أدوات للفعل السياسي مثل الاحتجاج ولا المسيرات ولا الحراك ولا ثورة الشعبية لكن في الأخير كيف يمكن أن نجسد الإرادة الشعبية تجسده عن طريق الدهاب إلى الانتخابات وكيف يمكن أن نحكم على البرامج وعلى الرجال وعلى الأحزاب نحكم عن طريق الإرادة الشعبية بطريقة ديمقراطية قانونية حضارية سلمية متعارف عليها اللي هي الانتخابات كيف نحقق مطالب الحراك ومطالب التغيير الحقيقي كيف تتحقق هل تتحقق بمجرد الشعارات هل تتحقق بمجرد نداءات أو تمنيات أو خيالات أو يعني ممكن وإنما لابد أن ننتقل من الشعارات إلى الإجراءات ولابد أن ننتقل من المطالب السياسية إلى تحقيق هذه المطالب عن طريق الانتخابات ولذلك نجاح العملية هذه الانتخابية هي بإرادة الشعب الجزائي هي بإرادة يعني عندما تتحالف الإرادة السياسية العليا للدولة مع الإرادة الشعبية مع الإرادة الشعبية عندما تتحالف وتتوزع القوة بين الشعب والدولة نذهب إلى ديمقراطية حقيقية ونذهب إلى توازن في القوة ونستطيع أن نفرض مسار ديمقراطي فعليا أستاذ نصر في هذه القضية بالذات كنتم تكرتم على ما صر الإصلاحات منذ تعديل الدستوري إلى اليوم الانتخابات الشرعية القادمة في الأخير المواطن كما قلت يحكم بالأفعال وليس بالقوانين هي الفرصة اللولة والأخيرة في نفس الوقت شو بالنسبة لنا نعتقد بأن الانتخابات القادمة تختلف عن باقي الانتخابات السابقة ليس هذا كلاما دماغوجيا وإن كان هذا الكلام قد يتكرر مع كل مناسبة الانتخابية مع كل فرصة نقول أن هذه محطة مصيرية وأساسية ورئيسية وهي التي تقرر مصير هذا المشروع التغييري وهذه الإرادة في التغيير سواء كانت إرادة سياسية أو إرادة شعبية ولكن فعلا الانتخابات الشرعية القادمة تختلف عن سابقاتها لعدة اعتبارات أولا لأننا أمام أزمة متعددة الأبعاد يعني لم نبقى في تلك البحبوحة والريع البترولي والتحكم في السلم الاجتماعي وتحقيق كل المطالب الشعبية وشراء الضمام والتحكم في العملية السياسية والانتخابية والتحكم في الأدوات الإعلامية وغيرها يختلف الأمر ثانيا يختلف لأننا بعد حرك شعبي بعد وعي سياسي ولذلك أنا أقول لمن يعني لمن انخرط في الاهتمام بالشأن العام وتفجر لديه الوعي السياسي بالاهتمام بالقضايا الوطنية والتي هي من طمارات الحرك الشعبي هذه الانتخابات هي فرصة للممارسة السياسية والديمقراطية والانتخابية لكي يعبر كل واحد عن إرادته ويدافع عن هذه الإرادة ويحافظ على هذه الإرادة ولذلك أنا أعتقد أنه إذا كان الانتخابات الرئاسية السابقة بما رافقها ونتائج الاستفتاء على الدستور بما رافقه من الجدل فأعتقد إذا ضعت فرصة الانتخابات الشريعية والمحلية إما بالتحكم في العملية الانتخابية أو التزوير لها أو عكسها للإرادة الشعبية الحقيقية سواء بالعزوف الشعبي أو بتحكم الإدارة في العملية أعتقد بأننا سنستنسخ نفس أسباب الأزمة التي تفجرت في التي كان الحرك الشعبي ما هو إلا رد فعل الممارسات السابقة سنوصل لنقاش مع ضيفي الكرام لكن بعد فاصل إعلاني فابقوا معنا أوضي لكم جديد مشاهدين استكمال برنامج الشارع السياسي الحديث دائما مشاهدين عن الانتخابات التشرعية القادمة بروفيسور رحمة خنيسة عندما نتحدث عن الانتخابات كما قلت كمسار طبيعي لكل تغيير كوسيلة تغيير خاصة عندما نتحدث عن استكمال مسار الإصلاحات وكذلك بناء المؤسسات نعم لابد أن نقول أن قادة التغيير في الحقيقة التغيير يتم بدون حتى أن نشعر به العالم في هذا العالم يتدافع يتسارع المشكلة أنه يجب نحن نتكيف معه لابد أن ننتج هذه المؤسسات نستطيع بها مواجهة مصيرنا لأنه انتخابات هي إنتاج مؤسسات اللي لازم تكون قوية وذات مصدقية وبالتالي لا مجال للخطأ بمعنى يجب المجتمع أن يتجلت أنه ما يمنش من فائس بالتالي التغيير المؤسسات يجب أن توافق التغيير التغيير موجود الآن في الذهنيات في المطالب المجتمع يطالب بأكثر نزاه بأكثر كفاءة بأكثر قوة بأكثر مصداقية بأكثر فعالية المجتمع ومتطلبة واضحة لا يمكن أن نكون المؤسسات التي ستنتج والمصار الذي يكيف هذا الانتاج لابد أن نكون ما عدنش الوقت نحن نعيش في الزمن العالمي الوقت يداهمنا سنسحق بالتالي هذه الانتخابات ترى استحقاق حقيقي وما صير فعلا لأنه العولمة هذه اللي نعيشها يوميات وليست عنوان نقرأ وفي صحف أو في مقالات أو في الانترنت رأي يومياتنا بالتالي لا مجالة لا مجالة لتفوت الفرصة بمعنى أنه على الجميع كل الفاعلين كل الفاعلين مباشرين أو غير مباشر بإنجاح هذه العملية لأنه القانون يأطر حول يخلق الشرط قانونية ولكن يبقى أنه النضال هو الحقيقة هو المحك لأنه هذه فرصة لإنتاج الوعي إنتاج الوعي بالمخاطر وإنتاج الوعي بما هي الحلول ولماذا وممكن نولي نرجع النقطة مهمة من كلمة النسبية النمط النسبية بشكل مطلق يؤدي إلى أنه يدخذنا تفاصيل يعني ما عندناش معطيات في الحقيقة في الجزائر ما عندناش دي صون ضاج ما عندناش بش نتكلموا بقوة ولكن توجهوها الكبرى المجتمع نعرفوها سياسيا وإيديولوجيا هذه فرصة ممكن قلت سوى يؤدي التشتيت ولكن هو فرصة أخرى أننا نبني توافق وطني فعلي بفاعلين حقيقيين وواعيين أنا نتمنى ما يكونش فيه تشتيت تشتيت كثير تخرج قوة ربعة خمسة ستة ونكون فرصة للمجتمع الجزائي يقوم بتوافق حقيقي بقوة حقيقية وتمثل المجتمع وليس قوة مصطنعة من وراء الانترنت أو في مجرد تظاهر يعني عفل ربما تنفذر في هذه القضية على قضية التوافق ربما التوافق عند البعض سيكون نتيجة يعني بعد هذا الاستحقاق الانتخابي ربما البعض الآخر يقول لك هيا توافقوا اليوم على المشكلة وعلى الحل ومبعد ساهل نروحوا إلى حلو الأخرى لأنه اليوم الإشكالية لدى بعض الآخر يعني بعض الجزائريين يعني وحقهم يعني لتحقيق التغيير بعض يطالب بمجلس تأسيسي بعض يطالب بمرحلة انتقالية وبالتالي يقول لك هيا توافقوا قبل ما نروحوا إلى النتائج لتحققنا التوافق فيما بعد شوف قديمة المجلس تأسيسي كل مرة فيها الصورة التي صيغة حول المجلس تأسيسي هو نوع من التوافق بين نخب متنفذة مستقوية بعضها بالداخل ومن بعضها بالخارج إذا أردنا إذا فاردنا أنا قلت فليكن تأسيسي نقدر نقوله هذا المجلس نديره تأسيسي ولكن تأسيسي ينبذق بالانتخابات مش بالتعيين لأنه هذا رح يخلقنا موازين قيوة قال الرئيس سمعته قال نحن أنا ما نشف في التوازنات المصطنعة نحن في التوازنات الطبيعية التوازنات اللي يفرزها الصندوق وإلا لأنه انتخابات هي حد إذنى انتخابات ليست الحل انتخابات جزء من الحل لأنه هذه مرحلة أولى نقوله نخلق التوافق بين الفاعلين الحقيقيين الذي لهم قدرة تاريخية والاجتماعية على التغيير ما نقدرش نخلق فاعلين مصطنعين عبر يعني كأننا نعيش في أفلام لازم نخرج من تنبثق من المجتمع لما ناس تخرج تمثل المجتمع بيئاته وطموحاته وآلمه وكل الأمل اللي يحملها نعم نقدرون 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 توافقات هكذا إيجولوجيا سياسية فبركة مقدمة لأشياء لأنه صراحة أنا في رأيي المجتمع الجزائري فيه توافقات حول ثوابته معروفة المجتمع الجزائري في رأيي ممكن أني بعضي خلفني مهما كانت الغنى والتنوع ولكن المجتمع منسجم ما نش مجتمع ممزق ما نش مجتمع لهذه الدرجة أنه نقوله لأنه البعض يقول هذا التأسيز كأننا مجتمع مجتمع ممزق المجتمع بغطرنا على الظاهرة السياسية التي لم تظهر الوجه الحقيقي للمجتمع الجزائري المجتمع الجزائري إيجابي المجتمع الجزائري منسجم الإيجابي إحنا اللي خلقنا هذه الصورة اللي خلقوها على كل حال ملاشحنا لازم نعكس لازم نعود إلى مبدأ الواقع الواقع ما نقدر نعرفه إلا من انتخابات ما نقدر نفبرك قوى مبدأ لازم نرجع للأصل ولهذا انتخابات أكثر من إنتاجها للمؤسسات تنتج الحقيقة الجزائرية اللي نقدر نسموها توافقية ونخلق التوافقات وتأسيسات جديدة لأنه ما نشعرف أن هذا المجلس تأسيسي أو غيره ماذا سيؤسس لي أكثر لأنه أكثر التوافقات تمت الآن كثير من الأشياء نعطوه الوقت للوقت لازم نعطوه المجتمع نعطوه لأنه نؤمن أنه هذه أمور ديناميكية نسبية راح نخطو خطوة ليست صورة جميلة بذلك الصورة التي نوهم بها الشعب قد تكون فيها بعض تعطوه لكن تكون ثابتة وهي نسبية وتدفعنا إلى انفتاح تاريخي لبين القوى الحقيقية أنا خايفين من كلمة التوافقات الصفستائية الخرافية الهولمية التي موجودة فقط في بعض النخب التي تعيش خارج المجتمع الجزيرة لازم ننبثقون من المجتمع الجزيرة بجميع تفاصيله الصغيرة والكبيرة وطموحاته لأنه في المجتمع الجزيرة أنه طاقة ضخمة سواء شبانية أو غير شبانية التعليم أدى دورهم لسنا في 62 رنة في 2021 الجزائر مهما يكون مهما كان الصورة سياسية أو لكن كان مشابع أنا حققنا كثير من الأهداف التاريخية الجميلة والجيدة واضح أستاذ نصر عطفا على كلام البروفيسور تغنسى نتذكر في الفاتح أو نتذكر عشر جوان 2014 أنا داك كانت ميلاد ما يارف بتنسيقية الانتقال الديمقراطي كانت أحزاب وشخصيات توافقوا على شيء أنا داك على الأقل أنه تخلوا على ما كان يفرقهم وكانت الحركة حتى نقول مننا حسنت في هذا الوقت الحركة أيضا كانت حاضنة للتلك الأفكار أنا داك وساهمت أنه خرجت بأرضية مطالب في سنة 2014 وطورت إلى هيئة المتابعة والتشاور ولكن على الأقل كانت تجربة توفقية بين أحزاب وشخصيات وطنية اليوم لماذا ما نعيش بهذا التوافق وشيء اللي يختلف على 2014 رغم أنه خلينا نقول خمسين بالمئة من المشاكل التي ننازلها مطروحة اليوم والله غير جميل أنك ذكرتني بهذا الإنجاز التاريخي في تاريخ الحياة السياسية المعاصرة للجزائر منذ الاستقلال وهو أن تجتمع القوى السياسية من مختلف يعني مشاربها وعائلاتها السياسية وخلفياتها الإيديولوجية وحتى ممكن تناقضاتها في برامجها والفكرية وما إلى ذلك ومع ذلك استطعت أن تتوحد وفق رؤية وعلى أرضية مازافرو هي أرضية توفقية لكن الأزمة في ذلك الوقت لم تكن استحقاق بين الأحزاب في حد ذاتها فهي قد حققت المطلوب منها عندما اجتمعت على أرضية لأن نحن نتحدث عن الإصلاحات قبل الانتخابات توافقات سياسية من أجل التنمية تأتي بعد الانتخابات بعدما تعكس الانتخابات الإرادة الشعبية وتعكس القوى الحقيقية للمجتمع وأي دولة لا يمكن أن تكون مستقرة وتتحقق فيها التنمية إلا إذا كانت ببنية على توازنات حقيقية يعني تعكس الانتخابات التوازنات الطبيعية الموجودة في المجتمع بمعنى الانتخابات تفرز لنا القوى الطبيعية في المجتمع المشكلة في ذلك الوقت من بأن الانتقال الديمقراطي لا يكون إلا وفق تجارب الانتقال الديمقراطي المتعارفة عليه في العديد من تجارب دول العالم بأن الثورات الشعبية لديها عدة مسارات يعني قد تكون الثورة الشعبية تنزلق إلى العنف والفتنة لا قدر لا قد تصل إلى قلب النظام السياسي ورموز الثورة هم من يقودون الدولة من جديد كما حددها في الثورة الإسلامية في إيران في 1979 ممكن هذه الثورة الشعبية تصل إلى نوع من التآكل الذاتي عن طريق الصراع الداخلي والاستقطاب والتدافع والإقصاء وما إلى ذلك وقد تصل أي ثورة شعبية إلى المنطق في التغيير وهو أنه لا يكون إلا بالتوافق بين قوى المعارضة وبين السلطة السياسية الحاكم وخاصة في واقع سياسي لا السلطة تستطيع أن تلغي كلية الآخر اللي هو المعارضة والمعارضة جزء ومكون أساسي في أي نظام ديمقراطي وضرورة للدولة يعني وجود المعارضة القوية ضرورة للدولة وضرورة للسلطة وضرورة للحكومة وضرورة لممارسة الرقابة وتقويم اختلالات السلطة الحاكمة فلا يمكن للسلطة أن تلغي كلية المعارضة ولا المعارضة يمكن أن تعتقد يوما أنها تستطيع أن تلغي النظام السياسي وتلغي السلطة السياسية وتحل محله تلقائيا فلذلك أرضية مزافرون كانت تتحدث على الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه بين السلطة والمعارضة نحن في حركة مجتمع السلم لازلنا أوفياء لهذه الأرضية ولذلك أبواب الحوار والاتصال والتشاور والتوافق سواء مع قوى المعارضة أو مع السلطة قائمة ومفتوحة للأسف بعض مكونات بعض مكونات تلك الأرضية لما جاء الحركة الشعبي أخذهم الغرور وأخذهم السقف السياسي العالي بأنهم يمكن أن يستغنوا حتى عن شركائهم داخل المعارضة ويرفع السقف بأن يلغوا كلية حتى السلطة في حد ذاتها وينادوا بالمسار التأسيسي وينادوا بالمراحل الانتقالية وينادوا بشعارات عدمية هذه لا تخدم لا الثورة الشعبية ولا تخدم الانتقال الديمقراطي ولا التغيير السلس والآمن للجميع ولذلك التوافقات التي نتحدث عنها نحن الآن نحن في تقديرنا صحيح بأن حتى ولو كانت الانتخابات حزبية خالصة لا يوجد أي حزب سيكتسح هذه الانتخابات لأن التوازنات المجتمعية تثبت بأنه لا يوجد حزب لديه تيار جارف لديه شعبية مطلقة ولذلك التخويف من الإسلاميين والتخويف من غول جديد وما إلى ذلك هل تعتقد أنه في ظل هذه المعطيات الجديدة وقانون الانتخابات الجديد ليعطي فرصة كفاءات الشباب أنها ستنافس ربما الحزب السياسية القديمة والفاتية نحن في حركة مجتمع السلم عندنا مطلب واحد وواحد المهم تكون الانتخابات نزيهة وديمقراطية واللي يجيبوا الإرادة الشعبية مرحبة كان في الحزب من الطيار الفلاني من العائلة السياسية الفلانية كان من المجتمع المدني كان من الشباب كان من النساء كان من الأحزاب القديمة من الأحزاب الجديدة أي نتيجة تفرزها الديمقراطية لا تقلقنا حتى وإن خسرنا حتى وإن لم نفوز بانتخابات الديمقراطية المهم نربح الديمقراطية نربح الحريات نربح الإرادة الشعبية نربح توازن الحقيقي للدولة بناء على القوى الطبيعية في المجتمع نربح مسار ديمقراطي يعبر عن الحقيقة مش عالتزوير مش عالالغش مش عالشرا الدمم مش عالتوازنات المفبركة مش عالتوجيه والتحكم ولذلك نحن لا تخيفنا الديمقراطية نحن نخاف على الديمقراطية ولسنا نخاف من الديمقراطية في اعتقاد أن السلطة يعني يعني السابقة هي التي كانت تخاف من الديمقراطية وتخاف من الحرية وبالمناسبة حتى لا نعم حتى لا نزين المشهد وكأنه مثالي وارضي ونخاذع أنفسنا لا تزال هناك أزمة حريات في الجزائر والدليل أن هناك أحزاب لم تعتمد لحد الآن وهناك جمعيات لم تعتمد لحد الآن كيف يمكن أن تبنى الحياة الديمقراطية بدون أحزاب سياسية حقيقية أسيدي نفترض بأن الأحزاب القديمة استهلكت ألم يفرز ألا تفرز أقول ألا يفرز الحركة الشعبية ألا تفرز الحياة السياسية قوى سياسية جديدة وأحزاب سياسية جديدة الأصل أننا نعطي الحرية لكل الجزائر لا نمارس الرقابة القبلية الإدارية في تأسيس الأحزاب سنوصل النقاش مع ضيفي الكرام لكن بعد فاصل نعلاني فابقوا معنا أعوضي لكم جديد مشاهدين استكمال ما تبقى من برنامج شارع السياسي الحديث دائما عن الاستحقاقات التشرعية القادمة بروفيسور أحمد خنيسة تابعنا ساعات فقط بعد استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ الثاني عشر جوان قادم كتاريخ الانتخابات الشريعية وصدور قانون الانتخابات الجديدة شفنا أنه العديد من الكفاءات غير متحذبة والشباب الجميعين سارعوا شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن ترشحهم الانتخابات الشريعية القادمة هل يمكن بناء على هذه المعطاية قانون الانتخابات الجديد تفرز لنا الانتخابات الشريعية القادمة قوى سياسية جديدة ونشوف تركيبة جديدة في المجلس الشعبي الوطني صراحة القانون كقانون فعلا يعطيني هذه الفرضية ولكن المعطيات ليست لي معطيات ليست لنا صبر آراء ليست لنا أي نظرة حقيقية وقعية بوجهة نظرة علمية للحكم على هذه الأشياء أنه بروز قوى جديدة السياسية لا أعلم هذا يعني تحليل لو كانت عن بعض المعطيات بعض صبر آراء ممكن نقوله ولكن يفتأ هذا القانون هو قانون إطار من يأطر الحركية الانتخابات الانتخابات هي نضال وتوجه وديناميكيات ما هي ما قال ديناميكيات هو المهم وجود هذا الديناميكيات لنفتع قوة نقوله هذه الانتخابات نوع من اكتساب وتكوين المناعة للمجتمع خاصة بالنسبة للمجتمع في هذه الفترة نوع علمها القوى التي كما قلت جديدة لا نعرف قد تكون وجوه جديدة لا شك لأن القانون نفسه لما طبق الحكم الدستوري متعلق بعهدتين أقصى الذين قاموا بتولوا عهدتين هذا حاول تجديد الطبقة السياسية الوجوه الجديدة هل هي قوة جديدة لا يهم هو المهم اجتماعيا في هذه المرحلة هو المجتمعيا تجديد الدم تجديد الرؤى دفع كفاءات جديدة كفاءات نازيها هذا هو المطلب للمجتمع ببساطة بغض النظر على توجهات السياسة يطالب بكفاءة ونظافة هذا القانون حاول يفتح الباب لحركية جديدة لفواعي جديدة المهم تغذية المشهد السياسي بما هو قوى قد ترفع نسبة المشاركة نذهب بعيدا في العمل السياسي لأن هذه المرحلة هي خطوة لإذا قلنا أنه هي نوع من المناعة السياسية قد تكون بجرعة أولى قد تكون جرعات قادمة ما لازمش نسبقه التاريخ ولكن نقوله القانون حاول يفتح كل المصارات ويدفع قوى التي قد تكون تملك نقوله أحنا الأقل منقول شرؤة جديدة ولكن نقوله تحمل طاقات جديدة المهم لأنه الرؤى الأفكار كانت المجتمع الجديدين فيها في حيوية نحن لازم نبرزو هذا الحيوي نتمنى أنه ما هو سياسي وما هو نتعرف يرفض هذه الحيوية الموجودة في أحشاء المجتمع الجزائري سواء بالتعلم بالتجارب التي عاشها المجتمع الجزائري المرة والناجحة نتمنى أن ناشي الناجحين يتقدموا ويش فقط قضية النجاح قد يكون اجتماعي بدون ما يكون مرتبط بالتالي ما يهمنا بشكل عام والاستوى يعني فاعل من فاعل السياسي المهم أنه هذه الديناميكيات هذه الطاقات تتقدم تغضي المشهد لمحاولة تقوية تقوية المشهد السياسي تقوية طبقة سياسية بوجوه جديدة أبسر معنا فاعل فاعل السياسي السيد ناصر عمددوش أستاذ ناصر أنتم جايين يوم من عائلة سياسية كبيرة ويحركة مجتمع السلم اليوم سواء بنسبة لكم أو باقي الأحزاب أو الصحة السياسية تسعين يوم هو سباق مع الزمن من أجل تكيف أكيد مع إجراءات القانون الجديد قانون انتخابات الجديد بغض النظر الفصل الأخير للهياك الحركة من سبقوش الأحداث ولكن بالنسبة للأحزاب صفة عامة هي فرصة للتجدد أو التبدد خاصة أنه اليوم تكلموا على كما يتكلم البروفيسور على قضية التجديد هل اليوم الأحزاب هي أيضا أمام رهان تجديد أفكارها تجديد مناضيليها وقواعدها نعم حركة مجتمع السلم تؤمن بأن وهي منسجمة مع مسارها الإصلاحي والواقعي والسياسي والتغيير عن طريق الإرادة الشابية عن طريق الانتخابات عن طريق مؤسسات الدولة وبالتالي الحركة شيء طبيعي أنها تكون منسجمة مع مقاربة الذهاب إلى الانتخابات ونحن لدينا الثقة في أنفسنا وفي الشعب الجزائري أننا لا نخاهم الانتخابات ودائما نحتكم إلى الإرادة الشعبية بخلاف ممكن البعض الذي يعني ممكن يدفع إلى التأزيم أو يدفع إلى المراحل الانتقالية أو يحكي على مسارات تأسيسية أو ما إلى ذلك مع أنه ينتمي نظريا نظريا ينتمي إلى تياه ديمقراطي لكنه لا يؤمن بالديمقراطية ولا يحترم الإرادة الشعبية ولا يذهب ليعرض برنامجه وأفكاره وإنشاه له وربما يقولوا بالأليات ممارسة الديمقراطية غير متوفرة حتى باش ننقله صورة كاملة هو كل هذه الأحزاب شاركت في انتخابات سابقة بنفس الآليات الأسوأ من هذه الآليات الحالية وبالتالي هذا المبرر وهذه الحجة قد لا تكون هي الحجة الحقيقية إن صح التعبير لكن سمح لي إذا سمحت لي نحن أمام حتمية سياسية وهي أنه لا بد لهذه الانتخابات أن تعكس فعلا القوى المجتمعية والسياسية الحقيقية لأن العبرة ليس في الانتخابات في حد ذاتها والعبرة ليس في المجلس الشعبي الوطني لأن المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة شريعية ضمن النظام المؤسساتي الدستوري للبلاد هو أضعف حلقات مؤسسات الدولة يعني أبسط شيء مجلس الأمة اللي هو كذلك أطلع بالتزوير وطلع بالمال السياسي الفاسد وما إلى ذلك كون ما زلوا يستطيع أن يعطل أي قوة تكون في المجلس الشعبي الوطني يعطل أي مشروع قانون ولا أي قرار ولا أي مخطط ولا أي كذا عنده وكأنه في باراج عنده حق الفيتو على أي شيء هذا أبسط شيء أبسط مثال وإذلك لابد أن لا نعيش في وهم يسمى المجلس الشعبي الوطني وكأنه سيكون إنجاز كبير الإنجاز الحقيقي الكبير ما هو؟ هو إفراز طبقة سياسية حقيقية مشهد سياسي حقيقي تمثيل شعبي حقيقي توازنات سياسية منسجمة مع توازنات مجتمعية فعلية لأن الجزائر لا تحتمل أي توطر أو أي احتقان أو أي تأزيم في المرحلة القادمة وبالتالي القوى السياسية المعبرة على الواقع على القوى المجتمعية التي تستطيع أن تكون فعلاً حلقة وصل بين المجتمع والدولة لكن العبرة الحقيقية ما هي؟ رئيس الجمهورية بحاجة إلى حكومة حقيقية حكومة سياسية حكومة تمثيلية حكومة لديها امتداد شعبي حكومة تنبثق من إرادة شعبية حكومة برؤية توافقية التوافق يكون بعد نتائج الانتخابات لأن أزمة البلاد أكبر من رؤوسنا الجميع وأكبر من رئيس الجمهورية في حد ذاته وبالتالي هو معني بنجاح هذه الانتخابات لكن ليس من أجل المجلس الشعبي الوطني فقط لأن أدواته الرقابية والتشريعية لا تزال متواضعة في ظل نظام رئاسي لما لسنا في نظام شبه رئاسي ولسنا في نظام برلماني صح أو لا لا وذلك يعني بأن نكونوا واقعيين الذي يهم هو أن تكون تنبطق حكومة توافق وطني سياسية حقيقية برؤية تنموية لماذا؟ لأن الدول التي تنجح في الديمقراطية ولا تنجح في التنمية ما قيمت تلك الديمقراطية هناك دول أخذت مسار ديمقراطي صح؟ ولكن عندما تفشل في التنمية الحكومة ولذلك العبرة في الحكومة هي السلطة التنفيذية ليصاحبة الصلاحيات الحقيقية سواء يعني صلاحيات دستورية وقانونية وما تملكه من أدوات الفعل هي الحكومة ولذلك الذي يهمنا في هذه الانتخابات التشريعية كيف تنبطق حكومة سياسية حقيقية تلبي متطلبات الشعب الجزائري وتكون في مستوى احتياجات والصقف السياسي والمطالب المتنامية للشعب الجزائري وتكون قاعدة سياسية حقيقية لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يعني تكون أمام حكومة فعلا تنفذ برنامج فعلي وحقيقي هذا هو المطلوب هذا هو الرهان الحقيقي نفتح القوس فقط أيضا الانتخابات الشريعية هي فرصة أيضا لما يعرف اليوم في الجزائر بالحرك الشعبي لإفرز ممثله لأنه حتى الحرك اليوم بعد سنتين يعيش جدال داخله قضية شرعية من يمثل من ومن يتكلم باسم من يعني نشوف حتى الديبا بوليتيك داخل الحرك تغير وخليني نقول زاغل أمور أخرى نعم نشوف الحرك الشعبي للأسف شديد لا يملك مشروع سياسي واضح ولا يملك قيادة سياسية حقيقية وفاعلة وموحدة ومتوافق عليها الحرك الشعبي للأسف شديد يذهب في مسار التآكل الداتي عن طريق الصراع الإيديولوجي عن طريق عن طريق أزمة شرعية عن طريق حتى يعني بعض الشعارات الصدامية حتى بعض الأصوات المتطرفة التي تلغي الآخر حتى من مكونات الحرك ذاته ولذلك أنا أتعجب من الذي يطالب بالديمقراطية وهو لا يمارس الديمقراطية والذي يطالب بالحرية وهو يعتدع لحرية الآخرين والذي يطالب بالتغيير ولا يملك أدوات التغيير ويريد أنه يذهب إلى دولة الجميع وهو يريد أن يلغي أبسط مكون معه حتى داخل الحرك وحتى داخل معارضة وحتى داخل الطبقة السياسية ولذلك الحرك الشعبي صحيح حق التظاهر السلمي وحق دستوري وهو مكسب من مكاسب الحرية والديمقراطية ونتمنى أن يحافظ على سلميته وعلى حضاريته وعلى صورته الجميلة المعبرة عن الجزائر وأن يبقى الحرك ملك الشعب الجزائري بدون أي احتكار أو توجيه أو تحكم أو استغلال أو تفاوض باسمه لأن هناك من يريد أن يستطمر باسمه وأنا أقول لك بأنه للأسف الشديد في بعض الحالات يستعمل أو يستغل حتى بعض القوى الأجنبية التي تريد أن تضغط على الدولة وعلى أهم مؤسسة سيادية في الدولة لأننا أمام مخاطر إقليمية ودولية ومحيط ملتهب بالجزائر هناك من يريد أن يضغط على الجيش بالحرك الشعبي بيرفع شعارات صدامية بيرفع شعارات لا تعبر على كل مكونات الشعب الجزائري ولذلك أنا أتفهم الذي لا يريد أن يشارك في الانتخابات هذا موقفه السياسي وحر فيه لكن ليس من حريتك أن تخونا أو تشيطنا من الذي قناعته سياسية أخرى وخيارات سياسية أخرى أنا أؤمن بالحرك الشعبي كأداة من أدوات الضغط على النظام السياسي وميزان القوة لأن توازن القوة بين الدولة والشعب هو الذي يضمن الديمقراطية حقيقة لكن أؤمن كذلك بأن الحرك لا يلغي المسار الانتخابي بل بالعكس هو يدعم المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي ولذلك الحمد لله هناك عقالة من داخل الحرك من يشاركه في الانتخابات ومن هو مستعد للذهاب إلى هذه الانتخابات ومنه حركة مجتمع السلم بقية دقيقة فقط من عمر البرنامج حبيت سؤال ربما من البروفيسور نعم البروفيسور أيضا في نفس هذا السياق اليوم بعد قرابة سنتين من الحرك الشعبي أي مآل يمكن للحرك حتى يولي هو أيضا قوى سياسية أو بديل أو كما يقولون الحرك متنوع وغاني رغم عيوب التعبير عنه لا بد أن يفرز سواء فرز سياسي قوى أحزاب جمعيات أفكار يعني حركية قد تأخذ وقت للحقيقة أنه متنوع فلا بد يأخذ تعبيره ما نقولوش يبدو يكون تمثيلي غير تمثيلي أنه بعض الحرك ليسا سياسي إيديولوجي أصحاب الإيديولوجي تعلم أن يناضلوا يناضلوا سيميا بالوقت بالجمعية بالحزب يبدو أن يتحول وآرى أنه الحرك له حل فيما هو قائب من أدوات قانونية وسياسية أحزاب وجمعيات ونظام سلمي سواء فيما يتعلق بالمتعلق بحقوق المرأة أو الحقوق الأقليات خاصة هذه الجماعات المتنفذة إيديولوجيين الباقي عليهم الإنخيرات كما في الإطار الموجود المؤطار القانوني الموجود في الدولة لأنه كما قال سيد كل ما هو معارضة وراها جزء من الدولة وجزء من النظام السياسي هو رقابة سياسية هو سلطة مضادة في إطار وحدة الدولة وعلى الحراك وجميع مفرزاته ومفرداته والتفاصيل أن ينخرط في المسارة الإيجابية التي هي لها أطار قانونية وليست هناك حول أخرى شكرا جزيلا لك البروفيسور أحمد خينيس أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر شكرا كذلك أستاذ ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم شكرا جزيلا لك حمزة شاهدنا بهذا نصير إلى ختم برنامج شرع السياسة